السلام عليكم النهاردة ان شاء الله هناخد بيولوجي الاولى سنوي نبدأ مع بعض 6 determination in human عندي هنا 6 determination in human by discovering the 6 chromosomes scientists reaches وصلوا لأ that the man is responsible for a determining the 6 of a fetus بعد ما العلماء اكتشفوا الكروموزوم اللي هي الكروموزوم اللي هي الكروموزوم الجنسية اكتشفوا ان المسؤول عن تحديد الجنس الخاص بالفيتس اللي هو الجنين اللي هو من الميل الزكر مش الانسة تمام لان قبل كده كان معتقط تمام ان الفيميل هي المسؤولة طيب عايزين نشوف in the nucleus of a human somatic cells في نواة خلية جسدية somatic يا جماعة somatic احفظوا بقى الحاجات scientific term الجديد somatic cells يعني خلايا جسدية في قد 23 bears 23 زوج 23 زوج يعني كايني بقوله على طول 46a كروموزوم تمام 23 زوج يعني 46 زوج اللي هي classified into autosome أو somatic كروموزوم كروموزوم جسدية somatic يعني autosome اللي هي عبارة عن 22 bear أو 44 كروموزوم تمام ودي بتبقى similar in post male and a female بتبقى متشابهة في الميل والفي ميل طيب السكس كروموزوم السكس كروموزوم تمام بيبقى عبارة عن 1 bear اللي هو 2 كروموزوم ودي طبعا different in the male from the male بتبقى مختلفة في الميل والفي ميل بص هنا يا جماعة the cells in human female each somatic cells contain 22 bears of autosome من الكروموزوم اللي هي الجسدية تمام and one bear of symmetric 6 كروموزوم symmetric يعني متشابهة 6 كروموزوم كروموزومات ايه جنسية حيبقى the structure اهو 44 plus XX 44 plus XX طيب بصوا هنا معايا the cells in human male اللي هو الزكر the cells in human cells هتبقى ايه 22 bears of autosome ماشي asymmetric asymmetric one bear asymmetric يعني غير متشابه ليه لانه عبارة عن xy اللي هو 6 كروموزوم التركيب ككله هو 44 plus xy بصوا بصوا جماعة الاوفا بتدي ايه عندي الاوفري بيدي اوفا بويضة عبارة عن ايه 22 plus x اما هنا التستس اللي هي الخصية بتدي اللي هو الحيوان المنوي بيبقى مختلفين مرة 22 22 plus x ومرة 22 plus a y زي ما انتو شايفين بصوا الاكس هنا كبيرة ازاي والواي هنا صغير ازاي اكس واي زي ما انتو شايفين هنا بيوضح لي ازاي الميل بيحدد الجنس عندي اهو الميل اكس واي والفيميل اكس اكس تمام الميل طبيعي هو اللي بيحدد الجنس لانه هو اللي مختلف asymmetric غير متماسل فبيدينا حاجتين اكس واي لكن الانسة بتدي اكس بس فهو اللي بيحدد الاي الفيميل والميل هنا بردك نفس الموضوع بس هنا هنحط الاي 44 plus x y وهنا 44 plus x ماشي او زي ما انتو شايفين كده ده بنعرف منها ان الميل هو اللي بيحدد الاي الجنس طيب هنا بيبتدي اتعرف في شهور الحمل الاولى خالص بعد 6 اسابيع يعني شهر ونص بيبتدي الجنين تمام بيفرز هيرمونات الهيرمونات دي اللي هي الخاصة بالكروموزوم y ماشي اللي بتكون فيه ما بعد شايفين بدري ادي اما عندي هنا فيه الانسة الانسة لما بتتكون خلاص خلاص اللي هي فيميل فيتس الجنيل الفيميل الانسة بيبتدي اصار عدم وجود عدم وجود الكروموزوم y تبدأ عدم وجود الكروموزوم y يعني وجود الكروموزوم ايه اكس اكس وبتتجي تكون بقى الايه الاووري وبتتجي تفرز الايه الهرمونز وبكده يبقى درس النهاردة خلاص اشوفكم ان شاء الله باذن الله في الدرس القادم